وأنه جاتني شبهة الآن كيف أتعامل معها جميل جدا طبعا موارد الشبهة والإشكالة تدخل عن إنسان متعدد كثير جدا وبالذات في ظل تفجر شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها سار يعني الكثير من المسلمين معرض لالتقاط شبهة من هنا وشبهة من هناك وبالتالي يعني التنبيه لبعض المعاني المتعلقة بهذا النمط من أنماط الإشكالات أو السؤالات أظن أنها قضية مهمة وجيدة مثلا من التوصيات العامة يعني التوصيات العامة اللي ليس بالضرورة تقدم علاجا لخصوص السؤالة والإشكال لكن من الضروري أن يتربى لها المسلم لما يتماس مع كثير من شبهات والإشكاليات مثلا من نقاط اللي أستحضر في ذهني الآن مثلا ما يتعلق بقضية التعامل مع الشبهة والإشكال باعتباره شبهة وإشكال التعامل مع الشبهة والإشكال باعتباره شبهة وإشكال يعني بعض الناس تخلق عنده حالة السؤال وحالة الشبهة وحالة الإشكال الأزمة إن بعض الشباب مثلا يفضون إلي ويعرض لك شبهة وإشكالية معينة ويتعامل مع هذه الشبهة يعني تعامل مصيري يعني قضية عدبر بالنسبة له قضية حياة أو موت يعني أحيانا قد لا يستطيع أن ينام بعض الليالي في حين الموضوع المفترض يعني كردة فعل أولية من هذا السؤال أو هذا الوارد الجديد موجود على نفسه إنه يتعامل معه يهون من الموضوع شوي سؤال جيد أن يتطلب الجواب على هذا السؤال لكن يعني يأخذ الإنسان المسأل بقدم الهدوء وتؤده هي مجرد شبهة في النهاية يعني هي شبهة هي شبهة يتطلب الإنسان الجواب عليها بنتكلم بعض المنهجيات متعلقة لكن ضروري يعني مثلا بالمواقف الطريفة اللي يجدها الإنسان لبعض أهل العلم أنت لاحظوا حين تتكلم عن عالم يعني وبعض العلماء الأكابر في التاريخ الإسلامي يخذ بعض الأمثلة مثلا العزم عبد السلام قال لي رحمة الله من التقاضات الطريفة اللي مرت عليه وأن أقرأ العز عليه رحمة الله في كتابه القواعد الكبرى كان يتكلم على قضية الربط والموائمة بين قضية طبيعة العقوبة الجنوية والأخرى وبين جنس الكبار فيقول لك مثلا يعني أن يريد أن يبرل عقلانيا لماذا رتب الشارع عقوبة غريضة على السرقة لماذا رتب الشارع عقوبة غريضة على الزنا لماذا رتب الشارع عقوبة بليغة على شعب الخمر أو الربا جميل فلاحظ الربا دم وصل إلى قضية الربا هو يصرح يقول لم يظهر لي على المستوى الشخصي ما يتعلق بقضية معنى في الربا يستوجب إدخاله في حزمة الكبار وانت ترتب عليه هذه المعاقبات الغريضة هو يطرح هذا الاشكال أنه في نوع من نوع الاقتران الواضح بالنسبة لها لما جاء لقضية الربا هو يتحدث عن تجربة الشخصية المتعلقة مع هذا السؤال لماذا حرم الله الربا مو بس حرم لا جعله من الكبار ورتب عليه مثل هذه العقوبات الكبيرة فأذنوا بحرب من الله ورسوله يقول أنا بالنسبة لي إشكال لكن ما يعني هذا هذا القضية الأساسية المهمة أنه ما يعني هذا أنه خلق السؤال أزمة للعزم عبد السلام بحيث قال دم منحل عندي هذا الإشكال وما فهمت عقل نيته ممكن ينتقل لمربع عدم تحريم الربا هو أمر مقطوع بتحريمي عنده العلماء أو ما هو أسوب من ذلك يقول لك أن هذا الدين يعني أنه فيه إشكاليات فيه ثقرات فيه نقاص معينة يستوجب أنه يخرج عن إطاره لا تكتشف أن المسألة يعرض لها يعرض لها وكأنه ينبه أنه ممكن أحد من العلماء آخرين عنده حل هذا المأزق والإشكال ويتجاوز مثلا بقدم الهدوء الآمدي لما تقرأ الآمدي وهو من أساطين علم الكلام ومن المشتغلين بالبحوث الفلسفية والكلامية تجد أنه أنه كثيرا ما يورد إشكاليات وشبهات معينة ويصرح بعد بناء الشبهة والإشكال يقول لك ولعل عنده غير يحلها يعني نقدر حتى نفرع من فكرة التعاون مع الشبهة والإشكال باعتبار الشبهة والإشكال قضية ثانية اللي قضية ولعل عنده غير يحلها يعني بمعنى أنه ليس بالضرورة إذا ما استطعت أن تقف على جواب السؤال أن لا يوجد جواب لهذا السؤال أو قد يصير طاقتك العقلية عاجزة عن تفهم تفصيل ما يتعلق بهذا الجواب بس هو إبو صالح عفواً يعني مثل العز بن عبد السلام وغيره من العلماء هو لما يقول لعل عنده غير يحلها لكن عنده اليقين العالي شميل بأن حرمة الرباء هو أمر مسلم به قطعاً فهو قاعد يبحث عن الحكم الآن لكن الإشكال عند بعض الناس في أسئلتهم أنه يسبب عنده إشكال يكفي أنه مطلق الشك أو صار عنده موجود يعني فأتوقع أن الحالة الثانية هي اللي صراحة يعني يحتاج فيه إلى تعامل خاص هو ما في شك بس أنا بيربس إلى هذا المعنى يعني متفاهم أنه مفترض الإنسان يكون عنده وهذه ممكن نقطة نناقشها لقضية قضية أن الإنسان يكون عنده أصول محكمة معينة مبنية هيقنية معينة فجزء من المحافظة على قينية هذه المعارف الموجودة في نفسه أنه ما يسح يطرحها الإنسان لمجرد مسألة اشتبهت عليها وأشكلت عليه ولذا من الأشياء اللي أنا أعتبع على بعض الشباب أنه ما يكون عنده حالة منحات الركاتة الفكرية صح تعبير بحيث أنه يعني أنه كل ما عصفت به عاصفة باتجاه معين بسؤال معين تجده مباشرة يقفز إلى المربع الجديد إلى الخانة الفكرية الجديدة يعني من الأثار الطريفة اللي مرت عليه ونقرأ في سيرة الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله يأتيه رجل معين يقول يا إمام دعني أناظرك في مسألة فيقول له مالك بن أنس قال فإن غلبتك يعني إذا علوتك بالحجة ما مصيرك مع التعاون معي فقال إن غلبتني أكون معك خلاص أنتقل إلى مربع المعتقد الذي تقف فيه فقال فإن غلبتني قال تكون معي قال فإن أتانا ثالث فغلبنا أنا وأنت زين قال نكون معه ما تكون المشكلة فقال له إني رجل أراك تكثر التنقل وعلى لا ثقة من ديني فإذا عند الإنسان ثقة من دينه فليس مع كل هيعة مع كل شبه مع كل إشكال يقفز الإنسان مباشرة يتاجي النوع من الركادة العلمية يحافظ على قدر من الاتزان النفسي فتعام معه يشوفته الإشكال ويتطلب الجواب بطبيعة الحال يعني ليسا محظورا أصلا ذكرنا أن السؤال مشروع ويتطلب الجواب السؤال المشروع سيكون تطلبه أمر مشروعا لكن القصد هنا أن لا تخلق حالة أزمة عند الإنسان لا تخلق حالة أزمة قد تتسوجب منها ترحل يعني خلقوا من موقف ديني معين الموقف ديني آخر يدخل في حالة توتر ثم يدخل في أزمة نفسية إلى أنه